بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وقل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام السيطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور وصلنا إلى قول الإمام وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحها وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قارون كان من قوم موسى قال كان ابن عمه وكان يبتغي الحلم حتى جمع علما فلم يزل في أمره ذلك حتى بغى على موسى حسده فقال له موسى عليه السلام إن الله أمرني أن أخذ الزكاة فأبى فقال إن موسى عليه السلام يريد أن يأكل أموالكم جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموها فتحملوه فتحملوه أن تعطوه قالوا لا نحتمل فما ترى فقال لهم أرى أن أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها فأرسلوا إليها فقالوا لها نعطيك حكمك على أن تشهدي على موسى أنه فجر بك قالت نعم فجاء قارون إلى موسى قال اجمع اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك قال نعم فجمعهم فقالوا له بما أمرك ربك قال أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصلوا الرحمة وكذا وكذا وقد أمرني في الزاني إذا زنا وقد أحصن أن يرجم قالوا وإن كنت أنت قال نعم قالوا فإنك قد زنيت قال أنا فأرسلوا إلى المرأة فجاءت فقالوا ما تشهدين على موسى فقال لها موسى عليه السلام أنشدك بالله إلا ما صدقتي قالت أما إذ نشدتني بالله فإنهم دعوني وجعلوني جعلا على أن أقذفك بنفسي وأنا أشهد أنك بريء وأنك رسول الله فخر موسى عليه السلام ساجدا يبكي فأوحى الله إليه ما يبكيك وأنك رسول الله فخر موسى عليه السلام ساجدا يبكي فأوحى الله إليه ما يبكيك قد سلطناك على الأرض فمرها فتطيعك فرفع رأسه فقال خذيهم فأخذتهم إلى عقابهم فجعلوا يقولون يا موسى يا موسى فقال خذيهم إلى عناقهم فجعلوا يقولون يا موسى يا موسى فقال خذيهم فغيبتهم فأوحى الله يا موسى سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذلك قوله فخسفنا به وبداره الأرض وخسف به إلى الأرض السفلاء وأخرج الفريابي عن إبراهيم رضي الله عنه قال كان قارون ابن عم موسى وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله إن قارون كان من قوم موسى قال كان ابن عمه أخي أبي قارون ابن مصر ابن فاهف أو قاهف وموسى ابن عرموم ابن فاهف أو قاهف وعرموم بالعربية عمران وأخرج عبد ابن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال كان قارون ابن عم موسى أخي أبيه وكان قطع البحر مع بني إسرائيل وكان يسمى النور من حسن صوته من حسن صوته بالتوراة ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه الله ببغيه وإنما بغى لكثرة ماله وولده وأخرج عبد ابن حميد عن قتادة في قوله فبغى عليهم قال فعلى عليهم وأخرج ابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن شهر ابن حوشب رضي الله عنه في قوله إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم قال زاد عليهم في طول ثيابه شبرا وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء رضي الله عنه في قوله وآتيناه من الكنوز قال أصابا كنزا من كنوز يوسف عليه السلام وآخرج ابن أبي حاتم عن الوليد ابن زوران رضي الله عنه في قوله وآتيناه من الكنوز قال أصاب كنزا من كنوز يوسف عليه السلام وأخرج ابن أبي حاتم عن الوليد ابن زوران رضي الله عنه في قوله وآتيناه من الكنوز قال كان قارون يعلم الكيميا وأخرج ابن مردوية عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أرض دار قارون من فضة وأساسها من ذهب وأخرج سعيد ابن منصور وابن المنذر عن خيثمة رضي الله عنه قال وجدت في الإنجيل أنما فاتيح خزائن قارون كانت وقر ستين بغلا غرا محجلة ما يزيد منها مفتاح على إصبع لكل مفتاح كنز وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن خيثمة رضي الله عنه قال كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود كل مفتاح على خزانة على حدة فإذا ركب حملت المفاتيح على سبعين بغلا أغر محجلا وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في الآية قال كانت المفاتيح من جلود الإبل وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله لتنوء بالعصبة يقول لا يرفع العصبة من الرجال أولي القوة وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع ابن الأزرق سأله عن قوله لتنوء بالعصبة قال لتثقل قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول امرئ القسير يقول تمشي فتثقلها عجيزتها مشي الضعيف ينوء بالوسقي تمشي فتثقلها عجيزتها مشي الضعيف ينوء بالوسقي وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه قال العصبة ما بين العشرة إلى الخمسة عشر وأولي القوة خمسة عشر وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الكعبي قال العصبة ما بين الخمس عشرة ما بين الخمس عشرة إلى الأربعين وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال العصبة أربعون رجلا وأخرج عبد بن حميد عن قتاذة رضي الله عنه قال كنا نحدث أن العصبة ما فوق العشرة إلى الأربعين وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح مولى أم هان قال العصبة سبعون رجلا قال وكانت خزائنه تحمل على أربعين بغلا وأخرج ابن أبي حاتم عن السدية رضي الله عنه في قوله إذ قال له قومه لا تفرح قال هم المؤمنون منهم قالوا يا قارون لا تفرح بما أوليت فتبطر أن يصيبك البطر والكبر وأخرج الفريابي وابن أبي شئبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله إن الله لا يحب الفرحين قال المرحين الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم وأخرج الحاكم وصحها والطبراني أبو نعيم والبيهقي في الشعب والخرائطي في اعتلال القلوب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب كل قلب حزين وأخرج الحاكم وصحها والبيهقي في شعب الإيمان وقال هذا متن منكر عن أبي ذرن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زر زر القبور تذكر بها الآخرة واغسل الموت فإن معالج جسد خاون موعظة بليغة وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله إن الله لا يحب الفرحين قال الفرح هنا البغي الفرح هنا البغي أي الظلم وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله إن الله لا يحب الفرحين قال إن الله لا يحب بطرا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة قال تصدق وتقرب إلى الله واصل الرحم وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن الله لا يحب الفرحين قال المرحين وفي قوله وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا يقول لا تترك أن تعمل لله في الدنيا وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم منواجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تنسى نصيبك من الدنيا قال أن تعمل فيها لآخرتك وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله ولا تنسى نصيبك من الدنيا قال العمل بطاعة الله نصيبه من الدنيا الذي يثاب عليه في الآخرة وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله ولا تنسى نصيبك قال قدم الفضل وأمسك ما يبلغك وفي لفظ قال أمسك قوت سنة وتصدق بما بقي وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه في قوله ولا تنسى نصيبك من الدنيا قال أن تأخذ من الدنيا ما أحل الله لك فإن لك فيه غنى وكفاية وأخرج عبد عبد الله بن أحمد في زواهد الزهد عن منصور رضي الله عنه في قوله ولا تنسى نصيبك من الدنيا قال ليس هو عرض من عرض الدنيا ولكن هو نصيب عمرك أن تقدم فيه لآخرتك وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله قال إنما أوتيت على علم عندي يقول على خير عندي وعلم عندي وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله إنما أوتيت على علم عندي يقول علم الله أني أهل لذلك وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال المشركون لا يسألون عن ذنوبهم ولا يحاسبون لدخول النار بغير حساب وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال كقوله يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصف والأقدم أي سود الوجوه زرق العيون الملائكة لا تسأل عنهم قد عرفتهم وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله فخرج على قومه في زنته قال خرج على براضين بيض عليها سرج من أرجوان وعليها ثياب معصفر وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء رضي الله عنه في قوله فخرج على قومه في زنته قال في ثوبين أحمرين وأخرج عبد بن حميد عن أبي الزبير رضي الله عنه قال خرج قارون على قومه في ثوبين بغير عصفر كالقرمز وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه في قوله فخرج على قومه في زنته قال في ثياب صفر وحمر وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم رضي الله عنه في قوله فخرج على قومه في زنته قال خرج في سبعين ألفا عليهم المعصفرات وكان ذلك أول يوم في الأرض رؤية المعصفرات فيها وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله فخرج على قومه في زنته قال في حشمه وذكر لنا أنهم خرجوا على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب الحمر منها ألف بغلة بيضاء وعلى دوابهم قطائف الأرجوان وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله فخرج على قومه في زنته قال خرج على بغلة شهباء عليها الأرجوان وعليها ثلاثمائة جارية على بغال شهب عليهن ثياب الحمر وأخرج ابن أبي حاتم عن السد رضي الله عنه في قوله فخرج على قومه في زنته قال خرج في جوار بيض على سروج من ذهب على قطف أرجوان وهن على بغال بيض عليهن ثياب الحمر وحلي ذهب وأخرج ابن مردوية عن أوس بن أوسن الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج على قومه في زنته قال في أربعة آلاف بغل يعني عليه البزيون وأخرج ابن أبي حاتم عن عبدة بن أبي لبابة رضي الله عنه قال أول من صبغ بالسواد قارون وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله قال الذين يريدون الحياة الدنيا قال أناس من أهل التوحيد قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وفي قوله تعالى ولا يلقى إلا الصابرون يعني لا يلقى ثواب الله والثواب من القول وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله إنه لذو حظ عظيم قال ذو جد أي ذو مال وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن عبد الله بن الحرف رضي الله عنه وهو ابن نوفر الهاشمي قال بلغنا أن قارون أوتي من الكنوز والمال حتى جعل باب داره من ذهب أو جعل حتى جعل باب داره من ذهب وجعل داره كلها من صحائف الذهب وكان الملو من بني إسرائيل يغدون إليه ويروحون يطعمهم الطعام ويتحدثون عنده وكان مؤذيا لموسى عليه الصلاة والسلام فلم تدعه القصوة والهوى حتى أرسل إلى امرأة من بني إسرائيل مذكورة بالجمال كانت تذكر بريبة فقال لها هل لك أن أمولك وأعطيك وأخلطك بنسائي على أن تأتينا والملو من بني إسرائيل عندي فتقولين يا قارون ألا تنهى موسى عني فقالت بلى فلما جاء أصحابه واجتمعوا عنده دعا بها فقامت على رؤوسهم فقلب الله قلبها ورزقها التوبة فقالت ما أجد اليوم توبة أفضل من أن أكذب عدو الله وأبرئ رسول الله فقالت إن قارون بعث إلي فقال هل لك أن أمولك وأعطيك وأخلطك بنسائي على أن تأتيني والملو من بني إسرائيل عندي وتقولين يا قارون ألا تنهى موسى عني فإني لم أجد اليوم توبة أفضل من أن أكذب عدو الله وأبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكس قارون رأسه وعرف أنه قد هلك وفشل حديث في الناس حتى بلغ موسى عليه السلام وكان موسى عليه الصلاة والسلام شديد الغضب فلما بلغه توضى ثم صلى وسجد وبكى وقال يا ربي عدوك قارون كان لي مؤذيا فذكر أشياء ثم لم ينهاه حتى أراد فضيحتي يا ربي سلطني عليه فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت تطعك فجاء موسى إلى قارون فلما رآه قارون عرف الغضب عرف الغضب في وجهه فقال يا موسى ارحمني فقال موسى عليه السلام يا أرض خذيهم فاضطربت داره وخسف به وخسف به وبأصحابه حتى تغيبت أقدامهم وساخد دارهم على قدر ذلك على قدر ذلك فقال قارون يا موسى ارحمني فقال يا أرض خذيهم فخسف به وبداره وبأصحابه فلما خسف به قيل له يا موسى ما أفضك أما وعزتي لو إياي دعا لرحمته وقال أبو عمران الجوني فقيل لموسى لا أعبد الأرض بعدك أحدا أو فقيل لموسى لا أعبد لا أعبد لا أعبد الأرض بعدك أحدا وأخرج الفريابي عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله فخسفنا به وبداره الأرض قال خسف به إلى الأرض السفلاء وأخرج وأخرج أبو أبي حاتم من طريق قدادة عن أبي ميمون عن سمرة بن جندب قال يخسف بقارون وقومه في كل يوم قدر قامة فلا يبلغ الأرض السفلاء إلى يوم القيامة وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال ذكر لنا أنه يخسف به كل يوم قامة وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قحرها إلى يوم القيامة وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه مثلا وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال إن الله أمر الأرض أن تطيعه ساعة وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه قال لما خسف بقارون فهو يذهب وموسى قريب منه قال يا موسى ادعو ربك يرحمني فلم يجبه موسى حتى ذهب فأوحى الله إليه استغاث بك فلم تغثه وعزتي وجلالي لو قال يا رب لرحمته وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن عون بن عبد عبد الله القاري عامل عمر بن عبد العزيز على ديوان فلسطين أنه بلغه أن الله عز وجل أمر الأرض أن تطيع موسى عليه السلام في قارون فلما لقيه فلما لقيه موسى قال للأرض أطيعيني فأخذته إلى الركبتين ثم قال أطيعيني فوارته في جوفها فأوحى الله إلي يا موسى ما أشد قلبك وعزتي وجلالي لو بي استغاث لأغطه قال يا رب غضبا لك فعلت وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين قال ما كانت عنده منعة يمتنع بها من الله تعالى وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قول الله تعالى وكأن الله يقول أولا يعلم أن الله يبسط الرزق وبقوله وكأنه لا يفلح الكافرون يقول أولا يعلم أنه لا يفلح الكافرون والله أعلم قوله تعالى للك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون أخرج المحامل والديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا قال التجبر في الأرض والأخذ بغير الحق وأخرج الفريابي وعبد بن حمي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مسلم البطين رضي الله عنه في قوله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا قال العلو التكبر في الأرض بغير الحق والفساد الأخذ بغير الحق وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيل رضي الله عنه في قوله لا يريدون علوا في الأرض قال بغيا وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله للذين لا يريدون علوا في الأرض قال تعظما وتجبرا ولا فسادا قال بالمعاصي وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله تلك الدار الآخرة قال نجعل الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض قال التكبر وطلب الشرف والمنزلة عند سلاطينها وملوكها ولا فسادا قال لا يعملون بمعاصي الله ولا يأخذون المال بغير حقه والعاقبة للمتقين قال الجنة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى